نبدأ بالكلام عن نظام كاس العالم الجديد اللي هيتلعب إن شاء الله عشرين ستة عشرين وله نتمنى بقى نتمنى بقى أنه إن شاء الله بإذن الله تكون مصر موجودة فيه وخصوصاً أنه الفرق الأفريقية أو الفرق اللي هتتأهل عن قارة أفريقيا هم تسع منتخبات قابلين لأنه هم يكونوا عشر يعني فيه تسع منتخبات هتتأهل بشكل مباشر وفيه منتخب هيتأهل لو يدر طبعاً عن طريق ملحق التصفيات لكن الأهم واللي يهمنا نظام كاس العالم الجديد وخليني أقول لحضراتكم لأنه الفيفا نفسه أو التحدي الدولي لكرة القدم كان في حيرة من أمره لأنه تعرفيني النسخة دي النسخة اللي هتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المكسيك ومعها كندا هتظهر فيها لأول مرة أو هيظهر فيها لأول مرة 48 منتخب مونديال قطر خلاص هو آخر مونديال أو آخر كاس عالم يضم 32 منتخب بس بداية من المونديال اللي جاي هيكونه 48 وكان السيناريو الأقرب للتصور ده فكرة وجود 48 منتخب أنه هم يتقسموا على 12 مجموعة لا 16 مجموعة كل مجموعة يكون فيها 3 فرق 16 مجموعة بدل من 8 مجموعة كل مجموعة فيها 4 فرق في النسخة القديمة 32 توتل أو 32 إجمالي عدل منتخبات لا يبقوا 16 مجموعة يتقهل من 16 مجموعة دول كل 3 فرق يتقهل منهم أول وتاني فقط لغير والأول والتاني دول يتقهلوا لدور الـ 32 اللي هيبدأ فيه مرحلة الأدوار الإقصائية يعني يبقى 32 16 8 ثم نهاء البطولة لكن يبدو أن الفيفا تراجع عن الفكرة دي لأنه وجد أنه ممكن تخل بمبدأ تكافؤ الفرص فبالتالي كانت تقدير أنه هم يبقوا 12 مجموعة 12 مجموعة دول هيتقهل منهم الأول والتاني بشكل مباشر لدول 32 وهيختاروا أفضل 8 توالد ودي ميزة كويسة جدا في النظام الجديد أفضل 8 توالد للانضمام للـ 24 يبقى عنده لـ 32 فريق يبدأوا الأدوار الإقصائية دول 32 موجهات مباشرة وخروج المغلوب ده معناه إيه؟ ده معناه أنه بإذن الله مع ارتفاع عدد الفرق الإفريقية المنضمة لبطولة كاس العالم واللي من المفترض أنه طبيعي جدا طبيعي لما تكلم على أقوى 10 منتخبات إفريقية لازم لازم تحط منتخب مصر منهم لأنه مع عدد ذلك نبقى أمام كارسة وأتمنى أن السيناريو ده ما يحصلش وأتمنى أن نكون مدركين لطبيعة رد الفعل عن عدم تآهل منتخب مصر كاس العالم اللي جاي لأنه إحنا كده نبقى بنهزر لكن مش بس كده الأفضلية المنتخب مصر مش بس فيه فكرة مش عايز أقول ضمان لكن سهولة التآهل فكرة سهولة التآهل فرصك بقت أكبر بشكل كبير لأنه ما ننكرش أنه في السنوات الأخيرة في العشرة السنوات الأخيرة خريطة كورة القدم في أفريقيا اتغيرت ومصر ما بقيتش قوة عظمة إنجاز التعبير آه بنحاول آه بنوصل نهائي آه مرة وصلنا كاس عام لكن الكرة في مصر مش في أحسن أحوالها عشر سنين عجاف زي ما بيقول في قوة صعدت وسيطرت وظهرت واستمرت عندها سبات كبير جدا في المستوى عندها رؤية المستقبل واشتغلت على خطط بقالها سنين وسنين بتتنفذ أبرزهم وأهمهم المغرب والسنغال طبعا وما تدرشت السبعة قوة تقليدية زي الكاميرون زي كوديفوار زي نيجيريا زي جنوب أفريقيا زي الجزائر طبعا الجزائر لازم تحطها في المقدمة زي تونس كل القوة التقليدية دي بالتأكيد لازم تحط معهم مصر وتقول إنه هي دي المنتخبات اللي ممكن تكون أقرب للتأهل لبطولة كاس العالم لكن مش بس قصة التأهل انت بتشتغلش النهاردة على فكرة إنك تتأهل بس الكاس العالم لكن كمان بتشتغل على فكرة إنك إنت عندك فرصة كبيرة جدا إنك تتجاوز زور المجموعات لأننا نحن نتكلم على 12 مجموعة هيتأهل منهم الأول والتاني ومعهم 8 توالد ومعهم 8 توالد يعني في 32 فريق هيتأهلوا الأدوار الأقصائية والأدوار الأقصائية دي لعبتنا بقى يبقى يحلها حلال ساعتها بس هنشوف منتخب مصر لأول مرة بيتجاوز زور المجموعات وأتمنى الحقيقة من دلوقتي يكون الشغل وده مرتبط على فكرة بمنتخبنا الأولمبي اللي خرج من بطولة أولمبياد توكيو في أولمبياد لعبة في توكيو على إيد البرازيل لأنه الجيل ده الحقيقة يمكن يكون حتى اللحظة أنا مش عارف اللي جاي طبعا وما بقراش الغيب لكن جيل الحقيقة قدم للكرة المصرية كتير من المواهب واللي أصبحوا النهاردة نجوم تقدرش تنكر أنه النهاردة بتتكلم على أكرم توفيق واحد من أهم لعبة الكرة في مصر بتتكلم على إمام عشور لعب مثل دانماركي واحد برضو من أهم لعبة الكرة في مصر بتتكلم على ناصر ماهر بتتكلم على ناصر منسي بتتكلم على أسامة جلال بتتكلم على وغيرهم وغيرهم مش عايزة أنسى حد كل دول تقدر تبني عليهم في اللي جاي ومعاهم منتخب مصر الأولمبي